اشتركوا في القناة من بينما تم إحضاره هو أولا الكاميرات من نوع أكات وهذه الكاميرات كاتكا عندهم إلتراء دقة كبيرة في التصوير وكذلك open wide معنى تصوير واسع كبير إذن آخر الطيراز آخر ما تم اختراعه في ميدان سوير هذه أولا كاميرات كاتكا وإن شاء الله يكون فيها كل هذه الوسائل تم جلبها في كل أربع ملاعب مشغل في الملعب تاب الراغي الحاجة الثانية التي تم جلبها هي الكاميرات العنكبوتية ونحن نشوفها في الفيديو هذه الأمور تظهر في الفيديو هذا إذن تجلب الكاميرات العنكبوتية ولهذه الكاميرات سوف تستعمل خاصة في الحفل بتاع الافتتاح في الافتتاح إذن هذه النقطة الثانية في النقطة الثالثة التي استحدثت يعني في هذه التحضيرات هو جلب انكسبر في العشب الطبيعي من شركة انجليزية انجليزي متخصص في يعني الحماية تاع العشب الطبيعي ويعني المرافقة تعصيانا في هذه المرحلة على الألعاب كل هذه الخطوات التي قامت بها الجزائر تعتبر غير مسبوقة في تاريخ تنظيم المنافسات القرية نحن أكدها كل هذه النقاط التي ذكرتها النقطة الرابعة هي أنه تم استحداث مناطق very very important person يعني مشي VEP زوج مرات وهذه كذلك يعني حاجة جديدة في المنافسة القرية وكذلك جلب كل الوسائل منتع الاستعمال تعالفار فيما فيهم فيهم سبعة حفيلات منتع النقل مباشر وكذلك فيه نشر المقابلات منتع الكلاشان في 66 دولة يعني شيء يعني غير مسبوق بالنسبة لل يعني التنظيم منتع المنافسة هذه وكذلك وكذلك تم اعتماد ما لا يقل عن ألف وخمسمائة صحفي في هذا يعني البطولة هذه كل هذا يعني أعداد غير مسبوقة تم يعني الحصول عليها في هذه المنافسة وهذه قبل ما تبتل المنافسة منافسة منزل ملتاج كل هذه الأرقام يعني غير مسبوقة ولأول مرة كذلك تم تغطية المساحات الخارجي يعني كورة الميدر كورة القادم يعني مساحة عن مضمائنا بالقوة لأول مرة يتم تغطيتهم في منافسة قرية هذا أمر يعني مفيد جدا بالنسبة خاصة كل هذا الشيء خاصة يعني الرفع من حظوظنا في تنظيم الكارن في 2025 كل هذا التحضير من شاء الله اثناء المسابقة اثناء المنافسة تظهر أمور إيجابية أخرى إن شاء الله يكون تكون يعني تمر أحسن ما يورا باش تكون عندنا حظوظنا كبيرة جدا بتنظيم الشام في 2025 ولما لا كأس العالم في السنوات المقبلة إذن هذا بادرة خير بالنسبة الجزائر ومصدر افتخار بالنسبة لنا كجزائريين ونكتفي بهذا القدر وإن شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر